المشاهدين العزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وحلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا قبل مبدأ حلقتنا النهاردة عايزة تقدم بخالص التهاني القلبية وأسر البرنامج أهل كيرو تتقدم بخالص التهاني القلبية لكل زباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة أيدي الشرطة 72 هما ضحوا من أجلنا ومن أجل وطننا الاستقرار الأمن والأمان في مصر وإحنا عاشنا فترات صعبة وفترات عصيبة في الفترات الأخيرة وما كانش عندنا استقرار في بداية 25 يناير ولكن الشرطة المصرية ضحوا بأنفسهم وتعبوا وسهروا من أجل استقرار هذه البلد عايزة تقدم النهاردة بخالص التهاني للسيد اللواء يونس الشيخ وعايزة تقدم بخالص التهاني النهاردة للسيد اللواء حازم التكريتي والسيد اللواء خالد الحسيني والسيد اللواء مصطفى محمود ونهاردة بنتقدم بخالص التهاني طبعا القلبية للسيد محافظة الأليوبية توجه النهاردة وحط أكلين من الزهور للجند المجهول والشهداءنا والنهاردة طبعاً بنتقدم بخالص التهاني للسيد رئيس مباحث اسمه اليو ونتقدم بخالص التهاني لسيد رئيس مباحث اسمه 3 اكتوبر والسيد رئيس مباحث اسمه بن رهبع اكتوبر فريد بمعاز ونتقدم النهاردة بخالص التهاني لكل نظابة شرطة ولكل فرد أمن شرطة ضحى من أجل هذه البلد مصرنا الحبيبة وسعدنا النهاردة أن يكون دي في وضيفكم اليوم السيد اللواء أيمن عبود أهلا وسهلا بحرارتك وكل عبود تبغير وسحة وسعادة وسعدنا يكون معنا النهاردة دي في وضيفكم السيد المستشار عادل العطار أهلا وسهلا بحرارتك إحنا سعداء بحرارتك النهاردة وسعداء بيكم والنهاردة بقى بمناسبة عيد الشرطة بنقول لك كل عام والتبغير وسحة وسعادة وعايزينك النهاردة بقى تهاني في عيد الشرطة تاني منك والله وأنا استمر طبعا هو عيد الشرطة ده المفروض أنه يكون عيد لكل المصريين لأن الشرطة هي أحد درعي الوطن درع الوطن بينقسم إلى شقين قوات المسلحة والشرطة المصرية لأن قوات المسلحة لها الدرع الخارجي والدفاع الخارجي ودرع الشرطة هو الدفاع الداخلي وأنا بحب من خلال منبر حضرتك والبرنامج أنه أتقدم بخالص التهنئة للسيد الوزير محمود توفيق وزير الدقلية وجميع السيدة الزباط العاملين وممن أوفوا العطاء وبعد إذن حضرتك أنا بخص بالشكر وبخص بالتهنئة السيدة القائمين على القطاع الطبي السيد اللواء نبيل الحسيني مدير الإدارة العامة للقطاع الطبي السيد اللواء محمود أبو الصفا مدير مستشفى التجمع والسيد اللواء محمد عبد الله مدير مستشفى الشرطة في العجوزة والسيد العميد طبيب إيميل عازب نائب المدير والسيد العميد عمر غريب مدير العيادات والمقدم طبيب هباء السيد محمد في العيادات والسيد العقيد محمد بهناسي اللي هو قائم على اللجانة الطبية ومعه السيد الرائد رامي الشيوي والناس دي لا تألو جهدا ويكادوا لا يناموا لتزليل كل العقبات اللي في القطاع الطبي وأنا من منبر حضرتك بتوجه ليهم بخالص الشكر والعرفان بصفتي أحد السيد الزباط من منقوفوا العطاء لأنهم مع التجربة ومع المخالطة معهم شفنا قدية هم بيتفانوا في تزليل كل العقبات للسيد الزباط وكل القائمين على قطاع الطبي أنا بوجه لهم تهنئة بعيد الشرطة احنا بنتقدم بخالص التهاني دي بنخليك رأس نقدم بخالص التهاني لحضرتك والسيد العميد محمد المحراقي مدير ورئيس طبعا العناطر الخيرية في المسطحات المائية والسيد الرائد مصطفى دياب رئيس بباحث اسم شرطة اليوب والنقيب عمر رضوان معاون والنقيب محمد يسين معاون وبنتقدم برضو النهاردة لسيد رئيس بباحث اسم رابع اكتوبر فريد بي معاز والرائد عمر الببلاوي والرائد عمر أقرب والأمين أشرف فرج والأمين مبروك الشويكي والأمين نبيل وبنتقدم النهاردة لكل أفراد الشرطة والمقدم محمد داود رئيس مباحث اسمه 3 اكتوبر والرائد فادي عماد والرائد عمر بي غضانفر وبنتقدم طبعا لجميع أفراد الشرطة وزباط الشرطة اللي موجودين وإحنا سعداء بيكم النهاردة وعايزين نعادل بيه هننتقل بحضرتك لحضرتك لطبعا هرم سيتي وحضرتك كنت جندي من جنود المحاربين في هرم سيتي في قضايا المخالفات اللي كانت موجودة هناك وحضرتك رفعت دعاوة كتير في هرم سيتي وبعد التوكلات اللي انت وقعت في ايدك اللي هي المضروبة أو كانت مضروبة أو بعد التداول البيع اللي كان بيتم غير قانون فا عايزين نعرف من حضرتك حقيقة الأمر وتوضح لنا حقيقة أمر التوكلات في البداية ونشوف محارتك وصلت الفيئة طبعا يعني مع بعض حظي على بقى محارب أنا مش محارب أنا رجل قانون صاحب رسالة وهي المحامة رسالة الدفاع عن الحق فأنا كنت بقوم بدوري كرجل صاحب رسالة بيؤدي دوره فيها بالنسبة لموضوع التوكلات اللي حضرتك نوهت عنها كان ظهر في الفترة الأخيرة في هرم سيتي عدد من التوكلات الغير صحيحة والغير سليمة وفي البعض منها تم ضبطه وهي محل التحقيق الآن أمام الأموال العامة قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن خلال هذه التوكلات كان بيتم الاستيلاء على بعض الوحدات السكنية المملوكة لأخرين وهذه الوحدات كانت خالية وكان بعض الذين يقومون بإصدار توكيلات غير صحيحة وغير سليمة بالاستيلاء على هذه الشقق والوحدات السكنية من خلال إصدار هذه التوكلات إلى أن تم اكتشاف الأمر من بعد أصحاب الوحدات فتقدموا ببلاغات لمباحث الأموال العامة والقضايا النهاردة محل تحقيق وطبعاً نحن نحضر أي حد رايح يشتري عقار يتحقق أولاً من تسلسل الملكيات التحقق السليم من الأوراق والمستندات والتحقق أيضاً إذا كان توكيل موجود وصادر يتم البحث والاستفسار عنه من خلال المكتب الشهر العقاري الصادر منه فطبعاً يعني في الأونة الأخيرة لما تم ضبط عدد من التوكلات اللي نقول عليها مضروبة يعني بدأت العملية تهدى شوية لأنها خدت فترة كبيرة جداً في الاستيلاء على بعض الوحدات السكنية من بسبب التوكلات اللي بيتم استنعها وبدأ الأمر يهدى حالياً فإحنا بننصح أي مشتري أي مشتري حسن النية أنا بقول مشتري حسن النية لأن هناك بعض المشتريين سيئة النية اللي أعلموا أن هذه الأوراق غير سليمة وبالرغم من ذلك بيخشوا بطرق ملتوية ويستولوا على هذه الوحدات أي مشتري حسن النية يكون حذر تماماً قبل ما يشتريه ويتأكد من أن الأوراق كلها سليمة تبدأ تسلسلها بداية من الشركة اللي قامت ببيع الوحدات السكنية دي لإجراء أي بيوع تمت لاحقة وتوكلات صدرتها نحن عرفنا أن حضرتك كنت قمت بالفعل برفع دعاوي للشركة للمخالفات اللي هي مواصفات البناء الغير مطبقة للوضع الحالي وكان في بعض التشارفات وبعض الحاجات وكانت نزلت لجنة في هروم سيتي بتشكيل من النيابة الإدارية وتلع قرار وقالوا أنها لا تتعدى الـ 15% إنجازات وكان قالوا في نفس الوقت إن بيتمثل خطر على أهالي العقار أو أهالي الوحدات الموجودة هناك من السكان هذي المباني يقول إنها بيتمثل عليهم خطر ممكن تنهار في أي وقت حضرتك وصلت لإيه في هذه الجزئية أو في هذا الموضوع ياريت التقرير برضو يا شباب تعرضوننا على الهواء مع حضرتك طبعا هذه الجزئية يعني إحنا محتاجين نبدأها لأنها أخذت تسلسل لمدة عشر سنين تقريبا وأنا بوجه نداء من خلال برنامج هنا لمعالي وزير الإسكان بصفته وزير الإسكان وبصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات الأمرانية الجديدة إنه يعاد ترتيب ملف هرم سيتي من جديد بداية من العقد اللي تم إبرامه في ستة تمانية ألفين وسبعة حتى هذه اللحظة زي ما حضرتك كلمت وقلت إن في مخالفات المخالفات دي بدأت معايا أنا بدأت في ألفين واتناشر بالتقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية فحصت هذا الملف وفعلا حققت فيه وانتدبت لجنة من مدرية الإسكان والمرافق بالجيزة ونزلت هذه اللجنة وأثبتت فعلا أن المباني فيها تصدعات وشروخ نافذة وخطيرة قد تؤدي إلى انهيار بعض الوحدات منها وفعلا تم إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة والنيابة العامة بدورها أحالتها للمحكمة وبعد ما أحالتها للمحكمة تم انتداب لجنة خبرى لمدة ست سنين وفحصت جميع المباني وثبت فعلا وجود مخالفات وعيوب إنشائية خطيرة وصدر حكم بحبس الاستشاري والعضو المنتدب للشركة قرار بتاع النيابة الإدارية موجود على الشاشة معنا وبعد كده صدر حكم بالحبس ولكن بعض قاطين المشروع تقدموا ببلاغات وشكاوى لهيئة النيابة الإدارية لنيابة اكتوبر تاني وفعلا قيدت البلاغات برقم قضية تحت رقم 542 لسنة 2016 حققت فيها نيابة اكتوبر تاني إلى أن تم حالة الملف بالكامل إلى المكتب الفني لرئاس تهيئة النيابة الإدارية وتم التحقيق فيها وقيدت قضية تحت رقم 19 لسنة 2019 وصدر في التقرير اللي حضراتك بتتكلم عليه ده أن نسبة الإنجاز لا تزيد عن 15% هو أعتقد هو بيتكلم هنا هو 15% من مساحة 2500 فدان الملف طبعا عشان نتكلم في 2500 فدان دي مرت بمراحل كتير وحصل يعني في الآخر حرطك برضو ما بتليش اللي تم بتحديدا في الملف ده هل في صدر في حكم؟ لا الملف ده ما علمته أخيرا أنه تم إرساله لمكتب معالي وزير الإسكان وتم إرسال هذا الملف تحترق نحاولنا نتواصل مع حد من المسؤولين في وزارة الإسكان ولكن ما قدرناش نحن نتواصل مع حد لحد الآن فنحاول نتواصل برضو لنعرف ماذا تم في هذا الملف هذا الملف قراءة تعالى إن شاء الله برضو نتواصل بعد الحالة أو نحاول نتواصل تاني لأن حاليا في رئي الأعداد بيحاول يتواصل فمش عارفين نتواصل مع حد في الوقت الحالي الفضل هو حضرتك بس الملف ده علمت مؤخرا من أحد الموقع الإخبارية أنه تم إرسال هذا الملف لمعالي وزير الإسكان وإن هذا الملف ظل داخل مكتب وزير الإسكان من سنة 2019 حتى 2023 تم اكتشاف هذا الملف واللي علمته برضو من مواقع الإخبارية أن تم إقالة المشرف على مكتب معالي وزير الإسكان والمستشار القانوني لي ده خبر كان في عدد من الجرائد برضو كان نزل في هذا الموضوع وتم إقالت زي ما حالتك قلت بعض المسؤولين أو بعض المقائمين عن هذا الموضوع بسبب هذا الملف وملفات أخرى بسبب هذا الملف وملفات أخرى نحن يعني اللي طلبينه أن معالي وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية يعني عايزين يعني يكون في عدد ترتيب الملفات دي من جديد وعرضها بشكل جديد لأن العقود والقرارات الوزرية وعدد من القرارات الوزرية مشهد بشكل متناقض مع بعضها البعض وعايزة بحث ترتيب أوراق من جديد احنا هنتبع مع حضرتك وانتبع مع وزارة الإسكان في الفترات القادمة هذه الملفات وهنعرف الملفات دي ماذا توصل عنها وماذا وصلنا لهذا الوقت الحالي في قراراتها أو في التقرارات التغذية لها أو ما فيش قرارات قرونية التغذية ونرجع للخبير الأمني ست ديوة أيمن عبود وعايزين نعرف من حضرتك بعض الأمور القانونية والإبراءات اللي بتتاخد صحاب دي الشواء اللي بيأخذوها بتوكلات ناس تانية بيكون شواء مقفولة زي ما احنا اتكلمنا وبيضربوا توكلات ويبتدوا انهم يجعوها الناس وناس 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 رأي حضرتك من ناحية حضرتك كخبير أمني في هذا المدينة طبعا المعنى الأستاذ عادل طبعا لا يفتأ عادل بيه في المدينة يعني طبعا هو أستاذنا ويعلم تماما أصحاب الشهر يتوجهوا فيه كل الاحترام لكل الناس ولكن هنرجع نقول تاني أن الجهل بالقانون ليس بعذر الناس اللي هي أصحاب المصلحة أو أصحاب الوحدات اللي هي اشتريتها ده مفروض يبقى للأسف الشديد أن الناس برضو بتغفل عن جزئية صغيرة قوي أننا لما باجي أخذ إجراء قانوني سواء كان أننا بشتري حاجة عقار أو بشتري حاجة في مرتبة العقار زي السيارة أو ما يوازيها أنه مفروض يبقى معايا محامي يبقى المحامي عارف هو بيتحرك إزاي وإيه الأوراق اللي بتحميني وإيه الأوراق اللي بيقى فيها شبهة وفيه إيه الأوراق اللي لابد أن تستكمل لكن أنت حضرتك بتتكلمني بتقول إن فيه وحدات دلوقتي الوحدات دي قد تكون مغلقة وقد تكون غير مغلقة طب لو هي مغلقة فيه ناس بتعلم بأن هي مغلقة فبتروح بتضرب وراء زي محضرتك بتقول وبتروح تستولي عليها يبقى هنا صاحب الشأن وصاحب المصلحة بيتوجه لأقرب اسم لي أو للإسم اللي وقع فيه في محل نطاق العقار أو العين ببلاغ بأنه هو تم الاستلاء على العقار بتاعه تمامي فن فهو هنا البلاغ ده بيبحث وبيعرض على النيابة والنيابة بتشوف الأوراق وبتمحصها وتفندها وبتشوف وبتقدر توصل للنيابة العامة للأوراق المضروبة والأوراق الغير مضروبة الأوراق المضروبة بيتهم اللي مقدمها بالتزوير في محرارات رسمية وبيرد الحق إلى صاحب الحق بناء على قرارات من النيابة العامة ودي مهمة جدا لكن التقاعص والتكاسل وإن أنا أحل ودي وأحل بجلسات عرفية كل ده لا يأتي بجديد فصاحب المصلحة لابد أن يتوجه ببلاغ للإسم والإسم بيحيله للنيابة لبحث الموضوع وبيستدعي الأطراف التانية علشان يقف على أساس المشكلة بالنسبة لللي اشترى وهو حسن النية هل فيه إجراءات دي بيتهم قانونية؟ مواضيع حضرتك بقى أنت دخلت في موضوع تاني أن للأسف برضو في ناس بتشتري وما بكونش لسه كملت التمن واللي بيشتري ده بيبقى لسه ما يكملش التمن أو مش قادر يكمل التمن فبيضطر يبيع بتوكيل اللي هو بيبقى فيه بقى أنه هو توكيل بالنيابة عنه ولا هو حق البيع لنفسه أو للغير فبيجي اللي بيشتري ده برضو بياخدها فيه ناس بتاخدها كاستثمار وفيه ناس بتاخدها أن هي عايز سكن فاللي واخدها استثمار ده بياخد الكلام ده وبياخد التوكيل ده وبيروح بتوكيل تاني لواحد تاني عشان يستكمل والتوكيلات بتتوالى خلف بعضها هنا المشتري حسن النية اللي هو بنقول بقى المشتري التاني مش الأولاني المشتري التاني هو اللي بيبقى مشتري حسن النية والمشتري حسن النية ده ليس له إلا أن يعود على البايع بالتمن لأن هنا العين بترجع لصاحبها لما بيمحص الموضوع العين بتروح معنا رسالة برضو من صديق لبرنامجنا بيقول أنه هو اشترى شقة بعقد اتدائي ودفع عربون وبعدها بعشر أيام عملت التوكيل ودفع بقية المبلغ في الشر العقاري وبعدها بسنتين فوجأ أن السيدة دي رفعت عمل دعوة بفسق عقده وفوجأ أن في حكم معمول بفسق العقل موجود في المحكمة في هذه الدرجة ابتدائي دي فهو عايز يعرف هل هذا الإجراء قانوني وإيه اللي هو يعمله في هذا الإجراء طبعا أنا هتكلم في جزيزة دي طبعا معنا الأستاذ عادل ده أستاذنا طبعا ويعلم تماما أن القانون المدني بني على المستند وبني على الكتابة فهو لما اشترى بعقد ابتدائي هل نص في العقد الابتدائي على أنه هو دفع مؤدم وهل باقي التمن نص في العقد على أنه هو حيتم دفعه ازاي ولا عند التسليم هو بيقول أنه حلو قوي يبقى ثبت في العقد الابتدائي أنه هو دفع جزء والباقي عند التسليم إذا كان هذا الكلام كتب يبقى لابد عند التسليم أن يتم التسليم كتابتا علشان ما يبقاش حج علي أنا لما أجي أستلم بقى باستلم بقى بورقة أو بزيل في العقد الابتدائي بأنه تم التسليم بعد سداد كامل التمن لأن كده لو ما تمش هذا الإجراء أصبح مفيش كتابة غير للعقد الابتدائي يبقى هي علشان الزمم خاربت حتقدر بقى تعتمد على العقد الابتدائي ويقول أنه يقدر يرجع عليها بالقانون بالنصبة أو بأي حق من حقوق اللي هو الشرعية لأنه يعتبر بتنسب عليه في الوقت الحالي أحنا عايزين نعرف برضو من الأستاذ عادل قراجل القانون برضو هذه جزئية يا وحضرك سعاد اللي هو اتكلم في جزئيات قانونية أهمة جدا ولكن عايز أضيف جزئية بالنسبة للجزئية اللي حضرتك نتكلم فيها أن احنا عندنا شقين عندنا عقد بيع وعندنا عقد وكالة الكثيرين من الناس يظن أن التوكيل الذي تم تحريره من البائع للمشتري دون تحرير عقد بيع أنه قد قام بالشراء المبيع كاملا هذا خطأ تماما الأصل أن المبيع لابد أن يكون بعقد بيع يذكر فيه التمن شرط أساسي لتحقيق المبيع بكامل أركانه أن يكون هناك عقدا مذكور فيه تمن أما التوكيل هو عقد وكالة عقد الوكالة دوت عبارة عن إن عندي نائب وأصيل النائب يعبر عن إرادة الأصيل الأصيل اللي هو بيحرر التوكيل اللي هو الموكل هو الأصيل والنائب هو الوكيل الذي يصدر له التوكيل ولكن يصدر التوكيل الأصل إيه؟ أنه لصالح الموكل انه يصدر هذا التوكيل للتعبير عن ارادة الاصيل ان النائب هنا بيعبر عن ارادة الاصيل فما فيش واحد يروح يقول لي انا اشتريت بتوكيل توكيل بس بدون عقد بيع تبفل التمن اللي دفع في المبيع ويجب الحرص من مشترين كتير او بيعين كتير ان في التوكيل ذاته ينص صراحة على يعني النصوص والكلمات تبقى واضحة ما تتفهمش من النص ذاته يعني كل نص منصوص عليه في التوكيل يكون صراحة ما يتفهمش ضمنا من سطور التوكيل اما المبيع نفسه عقد البيع هو اللي بيحدث زي ما اتكلم ساعة الليوة طالما بيه نص على التسليم على ان الدفع تمن على ان باقي تمن وتحقيق هذه الشروط لازم بورق مكتوب ما يزبط بالكتابة لا ينفي الا الكتابة احنا نتابع السعوداء بحيطك وبنشكر حررتك النهاردة وبنشكر سيادة الليوة النهاردة ولقاءنا النهاردة اكيد لينا لقاءات تانية كتير لان موضوعنا عن القانون وموضوعنا عن مخالفات وسلبيات ديها جزيات كتير ما يكفاش حلقة واحدة وما يكفاش فقرة واحدة فان شاء الله يكون بنا فقرات كتير في الفترات اللي جاية وعايزين النهاردة نتقدم برضو بخالص التغاني للعميد محمد المحركي ومدير رئيس المسطحات المائية للانطر الخيرية ياريت الشباب تنزلوا لنا صوره وسيادة العقيد احمد حسني رئيس عمليات مدرية امن الجيزة وكل افراد الشرطة ونشكر طبعا مرسلنا ومعد برنامج اهد كيرو سلام الاستاذ سلامة سعيد في الاليوبية لجهوده المبزولة دايما ومعنا حادث قديم حصل في شبر الخيمة وهو ضحايا حادث حريك بسبب ماس كهربائي ادى الى وفاة خمس اطفال ربنا يصبر اهلهم يا رب ويجعلهم من احن الجنة وان شاء الله نكون موجودين معاكم في كل اخباركم في الفترات القادمة في برنامج اهد كيرو ونحاول بقدر ان كان ان احنا نغطي جميع محافظات مصر معاكم في الفترات القادمة وبنشكرك النهاردة سيادة اللواء وكلمة اخيرة لساهم مش هدون اتقول لهم ايه نقول لهم احنا سعداء بيكم وسعداء بالبرنامج وبنعيد ونثمن من التهنئة لرجال الشرطة كلهم بمناسبة العيد الاثنين وسبعين لهيئة الشرطة كلها كلمة اخيرة يا سادة طبعا المستشعر عادل مجرد السنة المشاهدين اللواء النهاردة طبعا سعدت بوجودي في البرنامج وسعدت بلقائي بيكا واستمر وبتوجه بالتحية والشكر لجميع المستشعر المشاهدين وكرجل قانون بقول لكل فرد كن حريص قبل اتخاذ اي اجراء او تصرف يخص مصالحك الشخصية وربنا يكتب الخير والتوفيق للجميع ان شاء الله بنشكر حضرتك النهاردة ودايما بنقول لكم في نهاية كل حلقة اللي بيحبه مصر يخاف على مصر ولا اللي قاف على القادمة شكرا